الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين ثم أما بعد إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لازلنا مع علامات صحة القلوب ولا بد أن نذكر أن هذه العلامات ذكرها كثير من العلماء ومن بينهم شيخ الإسلام بن القيم في كتابه إغاثة اللهفان وكنا قد ذكرنا بعض العلامات في الحلقات السابقة ونواصل ذكر ما ذكر هذا العالم الرباني رحمه الله قال ومن علامات صحة القلب أن يكون همه همًا واحدًا وهو رضى الله سبحانه عز وجل أي أن يطلب رضى الله سبحانه عز وجل وأن يسعى في رضى الله سبحانه عز وجل وإذا رضي الله سبحانه عز وجل فقلوب العباد هي بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء القلب لما يكون صحيح يا إخوة الإيمان يبحث عن رضى الله حتى لو سخط المخلوقون لأن المخلوقين إذا سخطوا فإن قلوبهم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء نشوفوا حال من إنسان يسعى به رضي الناس ويسخط الله سبحانه عز وجل ليرضي الناس حتى لو أسخط الله وهذا حتى لو كان يرضو عليه الناس في بداية الأمر من بعد غادي يسخط عليه هؤلاء الناس لأنه كما يقال رضى الناس غاية لا تدرك ورضى الله غاية لا تترك فلا تترك ما لا ينبغي أن يترك من أجل إدراك ما لا يدرك أنت رضي ربي سبحانه عز وجل وترك وخلي العباد إذا ما رضاوش غادي يرضيهم ربي فيما بعد يرضى الصالح منهم يرضى لما كوش فهم يفهمه وليكن ربما يكرهك ويبغذك في بداية التاريخ من بعد ربي يقلب قلبه فيجعله عليك راضي عنك راضيا أما إذا رضيت العباد وسخط الله هذك العباد ليرضيتهم بسخط الله غادي يسخط عليك من بعد على كل حال القلب كيكون صحيح كيكون صحيحا يبحث عن رضى الله وطبعا هذه درجة كبيرة وهذه لا تأتي بين عشية وضوحاها فلا يزال القلب يترقى في سلم مدارج السالكين وفي منازل السائرين حتى يصل إلى هذه الدرجة ولعل الحديث القدسي الذي اشتهر بين الناس اللي يذكر فيه ربي طريق الولاية إليه واللي هو يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب ولا يزال العبد أو عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحباه وعفوا الحديث يقول من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحباه فإذا أحببته كنت سمعه الذي اسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه معناها هذا الحديث باختصار يقول فيه الله سبحانه عز وجل يقول فيه الإنسان اللي عادي يعلن الحرب لولي من أولياء الله وولي الله شكون هو المؤمن التقي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يمحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فإذا الإنسان يعني اتقى الله التقوى الشيء هي فعل المأمور وترك المحذور والرضى بالمقدور فإذا كان الإنسان يكون يفعل أوامر الله ما استطاع ويترك النواهي ويرضى بمجار القدر هذا من المتقين يعني ويعمل الصالحات بطبيعة الحال يعني يعمل الأوامر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يمحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فسرهم ربي هذا تفسير القرآن بالقرآن وهو التفسير اللي يجئ لها العلماء أن يفسر القرآن بالقرآن فمن عاد ولي الله وإنت الإنسان يعادي ولي الله ويعلن الحرب عن المؤمن لما يوالي عدو الله لما توالي عدو الله وتديه يملي لك عدو الله شيء يملي عليك عدو الله عدو الله من الإنس والجن يملي لك بها تحارب أولياء الله تحارب الصالحين فهذا الإنسان يعلن عليها ربي الحرب ولهذا ربي يعلن الحرب مرتين مر على آكل الريبة فأذنوا بحربين من الله ورسوله في القرآن ومر على ذنوه الذين يحاربون المتقين المؤمنين ثم اعطانا ربي سبحانه عز وجل في ذي الحادث القدسي طريق ما توصل لهذه الولاية اول انت تقرب الله بما فرضه عليك مش تروح للنوافل وتترك الفرائض ومن بعد تنتقل للنوافل فيقول وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه مكاش حاجة تقربك الرب كما الفرائض اللي فرضه عليك ربي من صلاة وصيام وزكاة وحجين واداء للحقوق التي ذكرها الشرع وفصلها ثم بعد الفارضة ديرنا ربي نوافل ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احباه انا توصل درجة المحبوبية ما معنى المحبوبية حبك الله كما يقول حسن البصري ليس الشأن ان تحب انما الشأن ان تحب معنى انتك تحب ربي صحيح هذه مليحة لكن الدرجة كبيرة يحبك الله سبحانه وعزاء وجل يحبك الله شو شي يقول فاذا احببته شي يقول ربي اصبحت سمعه هنا هذا الانسان يعني شي يصرى له يجمع الله هماه عليه يولي حياته ليلة نهار في يقظته في حركته حتى في سكناته يحوس على رضا الله كل كلمة ما ترضيش عليها ربي يتقيها كل حركة كل عمل كل فعل بل كل نية بل كل خاطرة ما فيهاش رضا الله يتقيها ويسعى يسعى لي رضا الله سبحانه وعزا وجل اعملتها تولي كلها لي رضا الله وتولي دائما النية مرافقاته ابن مسعود جاء قالها واحد روحا نروحو نعزو في جنازة قالها عطيني لحظة قالها على لحظة قالها ننويب لي هذي لي وجهي الله احنا يقولك واحد روح نعزو تروح وخلاص لكن حتى هذي وقالها عطيني لحظة نوجد النية نوجد النية بلي نحن نعزي لي وجهي الله نزور مريض لي وجهي الله نوصل مريض للمستشفى لي وجهي الله والأمور كي تدينها لوجه الله تخفاف عليك أي عمل يكون فيه تعب وإرهاق كي تنوي فيه وجه الله يخفاف عليك بل تتلذذ به تخيل يجي واحد للوحدة تعليله لا يضرب في الباب التاعك يقول لك الزوجة غادي تولد توضع وصلها للماترنيت يعني الولادة بتولد انتك تدعيه وتبدأ تستنى فيه لو نويت هذا لله وفي الليل يهون عليك ربي هذا العمل وتتلذذ به تبدأ كل لحظة تعرف بلها يتزيد لك في الحسنات واتقل الموازين وتدفع عنك وعن ذريتك وعن أهلك المصائب وأنت تقرب بهذا الفعل إلى الله سبحانه عز وجل فإذا وازنت بين لذة النوم التي أيقاظك منه ولذة العمل الصالح لذة العمل الصالح تغرب لذة النوم هذا هو الإنسان كي يكون الهم بتاعه مجموعا على الله يعني واللي هم بتاعه وجه الله ما يفكرش في حاجة مع الله سبحانه عز وجل حتى يقول الحديث أصبحت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها معنى شيء يقول العلماء يقول لي سمعه ويقول لي بصره سمعه وبصره وممشاه وبطشه قاعشه يقول لي وكسبه بيده يقول لي لله وبالله وفي الله معنى لله قصدا شوف غير وجه الله وبالله استعانة ما لي تكلمناها في الحصة لي باتت معنى كي تقول لله معنى فيها إياك نعبد وكي تقول بالله معنى إياك نستعين فالاستعان به وتجريد النية له حتى قالوا العلماء كي تقول إياك نعبد هذا الإخلاص وكي تقول إياك نستعين هذا إخلاص الإخلاص معنى احتى ذلك الإخلاص ما تحسبش انتارك تخلص إنما الله قذف في قلبك الإخلاص وجعلك تصرف عبادتك لله فأنت مخلص ومخلص في إخلاصك بقولك إياك نستعين وهذا سر الفاتحة وهذا هو التي تدر عليه الفاتحة ويدر عليه التوحيد فيقضي على العجب بقوله إياك نستعين وعلى الغرور وعلى الرياء بقوله إياك نعبد وهذا هو العبد لما يجمع الله قلبه عليه ويصير همه همًا واحدًا وهذا مبتغى الصالحين وغاية العارفين ومطلب السالكين يحوسوا يوصلوا لهذه أن يجمعوا همومهم في همٍ واحدٍ وهو الله وشوف عالي رضي الله عنه شي يقول عالي كان عند علم كبير حتى الصحابة كانوا يشكوا يقولوا له يا عالي أَيَخُسُّكَ رَسُولُ اللَّهِ بِمَجْلِسِ قَلُوا لَكِفَ أَرَكْ تُفْهَمْكَ حَاكْرَ يعطيك رسول الله مجلس خاص بيك من دوننا يقولهم لا فقط المجلس لك تحضرها نحضرها لكن هذا نورٌ يقذف الله في قلبه يختص الله برحمته من ياشاء فعالي رضي الله عنه هنا في قضية جمع الهم على الله يقول كلام جميل كلامًا جميلًا جدًا وكيف لا يكون جميلًا وهو يخرج من قلب هذا الصحابي الجليل فأبو يعني أبي الحسنين وصهر النبي صلى الله عليه وسلم اللي تربى في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقول من 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 همه أمر دينه كفاه الله أمر دنياه يعني لي همه أمر دينه دائماً يخمّن في دينه يفوت الدينة تاه قبل الدنيا المصالح الدينية يخمّن فيها قبل المصالح الدنياوية مش يرجع نكمل ذا الأمر ونروح نصلي لا نصلي ومن بعد آخذ بي الأسباب وأعمل وعملي فيوسر الله هذا العمل يا سبحان الله ذلك أنت آمين تكمل هذا الأمر هذاك الأمر بيتخدمه وحدك لو كان ما يعاونك سربي ما تخدمه وقادر ربي كما يقولوا بالفرنسية أنا جيكتي لك أنا فيريس في وصدك الخدمة تضيعك ها الحساب قعلك دائرة هي ضيع لكن لو تلجأ إلى الله تأدي هذا الحقوق تفعل الأوامر تعربي سبحانه وعز وجل ثم توكل على الله وتقوم بعملك مستعينا بيه سبحانه وعز وجل لا آخذا بالأسباب فربي سبحانه وعز وجل يوفقك ويوسر أمراك ويكفيك أمر دينك لأن أمر الدنيا دلت أمر أمر الدين وهذا القلب الصحيح إذا تزاحمت عنده المحابة ما يحبه الله وما تحبه النفس يقدم محاب الله على محاب نفسي ثم يا إخوة الإيمان زاد آليشة قال ومن أحسن ما بينه وبين الله أحسن الله ما بينه وبين الناس خطرات تشوف عندك مشاكل مع ناس تبغيك ما يقولون تريقليهم مع الناس تريقليهم مع الله يعني أنت كين في الأرض كين أولو في الوجوه وفي السماء يعني في السماء وجه واحد هو الله سبحانه وعز وجل بالتعبير هذا يعني هذا التعبير يعني الله يغفر لنا يعني أصل واحد أي وجه واحد فلو توجه قلبك لإرضاء الواحد الصامد الآحد الفرد ربي سبحانه وعز وجل يقلب القلوب فيجعل تلك القلوب عنك راضية سبحان الله شوفوا الأنبيان هالول كم طاردهم الناس كم حاولوا استثاثهم ولكن لازموا التوحيد والتجريد وربي سبحانه وعز وجل قلب لهم قلوب العباد ثم يقول علي في الآخير ومن صره يعني ومن أحسن سريرته أحسن الله على نيته أسأل الله سبحانه وعز وجل أن ينفعنا بما سمعنا والحمد لله أولا وآخرا